بحيرة قاتلة تحول الكائنات الحية إلى تماثيل سبحانك ربي معظمك سبحان الله العظيم وبحمده بحيرة قاتلة تحول الكائنات الحية إلى تماثيل سبحان الخالق كما تشاهدون هذه البحيرة تقع في تنزانيا شمال تنزانيا اسمها بحيرة ناترون وتعد واحدة من أخضر بحيرات العالم وأكثرها صعوبة لأشكال الحياة لماذا؟ نتيجة للظروف القاسية التي تفرضها طبيعة هذه البحيرة من الناحية الكيميائية هذه البحيرة لا يعيش فيها أي كائنات حية باستثناء نوع واحد من الأسماك القوية فهذه البحيرة تعتبر غير مأهولة بل وتتسبب في تجمد أو تكليس أي كائن يسبح بها وتحوله إلى ما يشبه التمثال كما تشاهدون حيوانات نفقت وأصبحت كالتماثيل في هذه البحيرة درجة حرارة البحيرة تصل أحيانا إلى ستين درجة مئوية قام المصورون بتصوير هذه الأشكال التي ترونها في الفيديو لحيوان لحيوانات أصبحت كالتماثيل قاموا بالتقاط العديد من الصور لأشكال الحيوانات التي باغتتها طبيعة هذه البحيرة القاتلة فتم تصوير عددا من أطيور والخفافيش في حالة التكلس التي لم يفهم بعد كيف تعمل هذه البحيرة ولماذا تؤدي إلى نفوق وتكلس أي كائنات حية تحيط بها سبحان الله العظيم وبحمده شكرا جزيلا دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر